السلام عليكم معكم الشرح حكمي اليوم رح اتكمل بشكل مبسط وخفيف عن المري المري عن المري أول شي عندنا تعريف المر ارتفاك بشكل جدا مبسط بشكل مبسط المر ارتفاك أي شي راح يظهر عندي في الصورة لا يتطابق مع الجسم أو العضو المرى التصويره عندنا هنا بشكل جدا مبسط ثلاثة انواع plus ارتفاك سوف نذهب للقسم الأول للتشو ريليتد ارتفاكت التشو ريليتد ارتفاكت القسم الأول زي ما قلنا أول إنه كيميكال شيفت ارتفاكت هنا عندنا تعريف جدا مبسط للكيميكال شيفت ارتفاكت وكيف يظهر عندنا في الصورة الكيميكال شيفت ارتفاكت يحصل عندي في الفريقونسي زي ما شوف عندنا في المثال الصورة اللي تحت رح يكون عندي حوالين الكيدني البلاك لاين رح يكون عندي هنا الفات مثمابد والاريا هنا رح يكون عندي بالتشوى الهاتف رح نروح للاقب食べ جي ما شوف الأسهم الحمراء رح تأشر لي على أرسل الوصفة الأمام حوالي الوصفة الأمام لأنه يدعي الحياة و سيصبح هنا هنا أخيراً الأسماء الأصفر الذي سيشرح على المصفل سيكون هناك تلعب باللغة للفاة والماء كيف يمكنك تحديد هذا المنطقة؟ لدي أشياء أمام من الارتفاق أول شيئا سوف نقوم بفضلات متراجة أو عرضات متراجع سوف نقوم بشكل ثبيا أو احتجالنا نستخدم الاحتفال سوف نستخدم أي واحد من اثنين على هذه لكي نستخدم التف Standard النوع الثاني لدينا المتالى الارتفاق المتالى الارتفاق سيكون لدي قوية التسجيلة من التسجيلة فوكالي في مجلسي القادم لتنظر السنة والمجلسي القادم مثل الأرثوبيدية أو الزجاج أو الأمم شخص المشاكل أو الطبيب المخصص المتالي في المثال المتال الارتفاك يظهر عندي على شكل بلاك ايريا في مطال المتال مثلما رأي الصورتين هنا عندنا في فحص البريان عند البلفث في منطقة الهيب جونت رح يحصل عندي black area in the location of the metal and that will obscure the area of interest and that will affect in the diagnosis رح يأثر عندي في التشخيص و رح نضطر نحن نعيد الفحص بعد فالأحيان how can remedy this artifact the most important thing in the MRI we should ask the patient to remove all the metal device before the scan او اذا كان ما نقدر نشيله نقدر نأجل الفحص مثلا اذا كان البيشت عنده تقويم او عنده اشياء لازم انها تنشال ما نقدر نسوي الفحص الا انها تنشال نقدر نأجل الفحص اذا كان ما عندنا الشيء هذا نقدر نستخدم spin ecosequence to reduce this artifact اوكي عندنا الموشن artifact اللي هو النوع الثاني الموشن artifact it produce and originate from any structure that's moved during the acquisition of data الموشن رح تنقسم عندي القسمين الفولنتري موشن or الانفولنتري موشن الفولنتري موشن بشكل معروف حركة المريض خلال الفحص الانفولنتري موشن الشيء اللي المريض لا يقدر يتحكم فيه او example under the chest wall during the respiration موشن a movement is the facial construction and the vascular rotation due to the head and the neck imaging دعنا نذهب الى لتنشاط هنا عندنا صورتين الصورة الاولى للأبدومن الصورة الثانية عندنا للبريست في الصورة الاولى رح نشوف الانفولنتري موشن بسبب البرستلازيز مومنت في الابدومنت والصور الثانيق سنرى حركة المريض دون الاقتصاعد عندنا حركة في البرست مثل ما نرى من البيض الوطاعت حسنا أين سوف نعيز هذا غرار أهم شيئا عندنا التحديق مع البيض محافظة جيدة مع التعليف يجعل التعليف مرتاح يجب أن نعطي التعليف الخبر لأنه سيسمعها الصوت ويحفظ من الانيكسيتي للباست واهم حاجة أن التعليف يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أحفاره في التعليف كما يمكن وضع الحلوى وضع الحلوى أو الحصول 2 يجب أن يجب أن يتباً vurبة t Please can training and instruction should be helpful number three for an uncooperative patient or an excite or patient with pain and pediatric patient sedation or general anesthesia may be required طبعا زين ما عارفين ان الBDIA وضروري نستخدم general anesthesia معهم ايضا العديد من المشاركة او العديد من المشاركة والكلستروفبية بعض المشاركة فيزيولوجية مثل بريستيليسية يمكن ان تقوم بمسكوبان مع البروبرية مثل جلوكاجون أو البسكوبان نستطيع أن نعطي البنشة لكي نخفف من الانفولانترية وهي الحركة التي لا يستطيع تحكم فيها المريض اوكي لدينا أيضا الارتيريال والكسف بوليزيشن يمكن أن تقوم بمسكوبان مع المشاركة والكارديوية مثل ما نرى في المثال اللي تحت في السيرفايكال نستطيع استخدام الساتيوريشن نخليه على المنطقة اللي ممكن تسبب لي ارتفاك مثل إيسوفيغاس ممكن انه سوي لي تقوم بمسكوبان من السوالوين ومسكوبان هذا بشكل مبسط عن الموشن ارتفاك سنقسم النوع الثالث وهو لدينا التكنيك الارتفاك النوع الأول سيكون لدي الاليزين ارتفاك أو الوربراوند ارتفاك الوربراوند ارتفاك سيحدث عندي بسبب عندما يكون لدي الفيلد اوفيو أصغر من الاناتومي الذي أريد أن أصوره حسنا عندما يكون لدي الفيلد اوفيو كما نرى في الصورة أصغر من الاناتومي الذي أريد أن أصوره سيحدث عندي في الصورة كما نرى ستظهر عندي بشكل عكس الريت سيكون مكان الليفت والليفت سيكون مكان الريت كما قلنا سبب الأرتفاك عندما يكون الإدماءة أقل من الاناتومي الذي يريد أكثر على الاناتومي يجب يرتفع من الاناتومي ويجب que تقل في الاناتومي ؛ يستخدم بعضاً طرف هذه الحمراء حصل عندي كت في الفوت exam الأصابع ظهرت عندي بشكل opposite من تحت صايرة الصورة الأولى كما نرى حصل عندي كت في الصورة والمنطقة التي حصل عندي كت طلعت عندي بشكل عكسي How can remedy this artifact? سيطة الأصابع هذا الأصابع يمكننا إليمات وإنقرس المطاق هنا يمكننا إليمات ثم تريس البيترون وإنقرس المطاقين وإنقرس المطاقين هنا عندنا 15, 20, and 30 وعندنا نحن نلاحظ كل ما زدنا الـ Field of View سيقل عندي بشكل كبير الـ Artifact حسناً عندما نريد أن نصور الـ Small Organ أو الـ Small Anatomy لا نستطيع أن نتكبر الـ Field of View سوف نستخدم شيء اسمها Oversampling مثل البتوتوري وفصة exam لا نستطيع أن نتكبر الـ Field of View لأن الـ Anatomy لدي الـ Small سوف نستخدم شيء اسمه Oversampling بكذا أنا راح أقدر أسوي Correction للـ Alizing Artifact راح ننقسم راح نروح عندنا للآخر Artifact اللي هو الـ Gips Artifact الـ Gips Artifact راح يظهر عندي بشكل Multiple fine parallel line immediately adjusted to the high contrast interface This Artifact problematic in the spinal imaging In which they may ممكن إنها تسوي لي Widen or narrow للـ Chord راح نروح للإجزامبل زي ما نشوف عندنا هنا في الصورة السهم الأصفر مؤشر عليها Find parallel عندنا خطوط بيضة صغيرة زي ما انتم شايفين عندنا في الأسمة الصفرة أوكي How can remedy this Artifact ؟ Here we have two scans of the spine with the different matrix size زي ما انتم شايفين عندنا 128 and 256 وزي ما نشوف كل ما زلنا الماتريك سايز راح يقل عندي الـ Gips Artifact How can reduce أول حاجة راح نسوي increase للماتريك سايز أو إننا نستخدم الـ Smooth Filter If the fat is one of the boundaries We can use the fat suppression technique Just that is all Thank you شكرا لكم وأتمنى أكون أفضتكم لو بشكل بسيط شكرا لستاذ محمد وستاذ وديان